كما للجندوبي ناشط حقوقي تونسي في أكثر من منظمة الجندوبي معروف عنه معارضته نظام بن علي قبل الثورة التونسية إلا أن موقع تونس قغي يلقي الضوء على جانب آخر من حياته صورة نشرها الموقع تظهر الجندوبي إلى جانب زهير المظفر العضو البارس في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل المقرب من بن علي في باريس عقب الثورة التونسية تولى الجندوبي رئاسة هيئة الانتخابات لتنظيم أول اقتراع في البلاد تقرير الموقع التونسي يؤكد أن الجندوبي لعب دورا في صعود الإخوان للسلطة ممثلين في حركة النهضة التونسية التقرير يشير كذلك إلى مكافأة حركة النهضة الجندوبي بحقائب وزرية فضلا عن مزايا أهلته إلى امتلاك فيلا فارها في حي النصر بالعاصمة تونس إلى جانب عقارات في باريس عام 2013 أكدت دائرة المحاسبات المسؤولة عن المراقبة المالية لهيئة الانتخابات التي كان يرأسها الجندوبي أن الهيئة غارقة في الفساد تقرير الدائرة أشار إلى رصد تلاعب في أرقام الشراء وتضخيم المدفوعات لكن الجندوبي أكد وقتها أن تقرير دائرة المحاسبات غير رسمي ولا يستند إلى صيغة قانونية الجندوبي يحظى بتأييد كبير من الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي الحليف الرسمي لقطر في تونس وقطر هي الدولة الوحيدة التي أيدت ما جاء به الجندوبي في تقرير اليمن من الجنة نعرف كان في رقمنا